اهان النجم البرازيلي رومارينيو رجالات الاتحاد مع الساعات الاولى من صباح اليوم بعدما تلقى خبر اقالة المدير الفني فابيو كاريلي من تدريب الفريق الاول لكرة القدم في عملاق جدة الفريق الاول في الاتحاد سقط امام الفيحاء في الجولة الاولى من دور كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ثم استعاد باريقه في لقاء الرائد عندما انتصر 3-0 لكن خسارة تلقى بالمطولة العربية على يد الرجاء البيضاوية المغربية دفع الجماهير الى المطالبة باقالة المدرب البرازيلي من منصبه وكتب البرازيلي كاريلي عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام رسالة مطولة اعلن خلالها انه اقيل من تدريب الاتحاد منشور كاريلي على انستغرام استفز مواطنه رومارينيو الذي كتب تعليقا غاضبا باللغة البرتغالية نصه هؤلاء الرجال مهرجون ثم سرعان ما حدفه من التعليقات بعد ان هاجمته الجماهير الاتحادية بشراسة وفي نفس السياق توصل نادي الاتحاد الاتفاق الرسمي مع مدير فني روماني من اجل تولي تدريب الفريق الاول لكرة القدم بعد اقالة البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه واشار الاعلامي سعد السباعي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر الى ان الاتحاد تم اتفاقه مع المدرب الروماني كوزمين كونترا موضحا ان التوقيع على العقود هو ما يتبقى فقط قبل الاعلان الرسمي كونترا البالغ من العمر 45 عاما خاد في مسيرته التدريبية كلا من خطاف الاسباني وجوانزو الصيني ودينامو بوخارستا الروماني كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة من 2017 و2019 وتوجى المدرب كونترا بلقب كأس رومانيا مع بيترولور بوليس في موسم 2012-2013 وكوباليغي مع دينامو بوخارست بموسم 2016-2017 وفي مسيرته التدريبية قاد كونترا 216 مباراة مع مختلف الاندية وحقق مئة فوز وتسعة وخمسين تعادلا وسبعة وخمسين خسارا شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد